هل أنت خائب؟ خائب أنت؟ نعم، كنت خائباً أيضاً. السلام عليكم ورحمة الله. أنا محمد محبوب الرحمني. أنا طالب في معهد اللغة العربية في المستوى الثالث. قبل أيام قليلة، أنا كنت في الخيبة جداً. لأن كان هدفي أن أحصل التعلم الأعلي في اللغة العربية بذن الله. لكن في ذلك الوقت، ليس لي طريق سهل لبلوغ إلي الهدف. عادتاً، طريقة تعلم اللغة العربية صعب قليل في مدارسنا. فيها حفظ كثيراً كثيراً ضروري لكن استعمال قليل جداً. فلهذا، أنا كنت في الخيبة جداً. أين أذهب؟ أين تعلم؟ أين طريق سهل؟ كيف أبلغ إلي الهدف؟ قبلاً له تعالي دعائي وهداني برحمته الخاصة. الحمد لله. لآن أنا أعرف وأكوّن وأكتشف جملة اسمية. والحمد لله. أنا أكوّن جملة فعلية واكتشف فعلاً، فاعل ومفعول. والحمد لله. لآن أنا تكلم بلغة العربية للمستوى الابتدائي. لا، ليس هذا نجاحي. هذا نتيجة اجتهاد الأساتذة الشديد ودعائهم. هم يدعون لنجاح لنا أبداً. أيها الإخوة والأخوات الأعزة. أنتم تدعون لهذا المعهد ولنا كأن لها تعالي يقبلنا وهذا المعهد والذين يتعلقون معه. في الختام، تعبيري هو العربية روح المدارس ومفتح فهم القرآن والحديث. فلذلك الآن لنتفكر ماذا نفعل للمستقبل.